السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد سنتكلم فيه على موضوع البركة كثير من الناس بتسمعها الآن كل ياتنا منحاول أنه دائما عندما نتذكر الماضي نقول أنه وين أيام زمان كل شيء كان فيه بركة والغريب أنه كل ما يتقدم الإنسان بالعمر يصبح دائما الماضي أكثر بركة من الحاضر الذي يعيشه هذه الكلمة التي تسمعها دائما وأبدا سأتكلم اليوم بشكل علمي وواقعي حتى ما نكون منتكلم كلام مش فاهمين إحنا شو منحكي لأنه ما هي البركة؟ البركة تعريفها في لغة العربية هي النمو والازدياد هذا تعريف البركة ورح نعطيكم في نهاية الفيديو بعض الأمور اللي رح ترجع شعورك بالبركة اللي أولا وأخيرا تأتي من الله لكن هناك أخذ بالأسباب حتى تطرح البركة في حياتك ورح أثبت لك بالدليل القاطع واللي علمي أنه فكرتك عن أنه البركة اختفت من الحياة وين أيام ما كان مش عارف العملة وين الوقت وين إحنا اليوم رمضان بعد شهر راح رمضان راح العيد السنة ما عادش فيها بركة الولاد ما فيش فيهم بركة خلينا نفهم ما معنى البركة أو شو تفسيرات قلة البركة هذا الموضوع له علاقة بالدماغ وأنت صغير عندما تقوم بأفعال معينة لأول مرة فإنها تأخذ مساحة أكبر من عقلك الواعي يعني بتذكر أول مرة صمت أول يوم صمت في حياتك؟ كان كل الحدث مليء بالمشاعر أول مرة تنتظر في صلاة المغرب عندما يقول الله أكبر الوقت طويل تعيش هذه التجربة بكل تفاصيلها كلما زاد العمر تكرر فعل نفس الأمور فأخذت مساحة أقل فأقل فأقل لذلك تصبح تشعر بأن هناك فراغ لأنك لا تقوم بأفعال جديدة فتخيل الناس التي لا تتعلم شيء جديد لا تقوم بأفعال جديدة هذا ما وجدنا عليه آباءنا يعني اليوم أنا لما بدي أصوم هذا رمضان إذا صمنا إن شاء الله ربنا قوانا هذا رمضان رقمه كم؟ أربعين؟ أقل شوي من وقت ما بديت أصوم للآن فبالتالي هذا الموضوع أصبح مكرر مش أول مرة بصوم مش أول مرة بتسحر مش أول مرة بصلي الترويح وبالتالي علميا يقول العلم أن الدماغ عندما يقوم بفعل جديد جديد فإنه يستحوذ على مساحة أكبر من الوعي وبالتالي تحس وكأنه أطول وكأنه أعمق وكأنه مشاعر أحسن خدوا مثال العيد دائما الكبار بيقولوا العيد للصغار مش للكبار وين أيامنا نحن أيام مكان العيد ونخب ببنطلون العيد وفستان العيد تحت المخدة وننام ونستنى أنه يصلع الصبح هذا الكلام أنت عملته سنة وسنتين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة فطبيعي لن يكون له نفس المساحة من حواسك من ذاكرتك قصيرة الأمد من العقل الواعي وبالتالي ستحس مع تقدم الزمن بأنه قلت البركة هي لم تقل للبركة أنت الذي لا تقوم بفعل جديد أو لا تقوم بنفس الفعل بشكل جديد أو لا تقوم بنفس الفعل بنفس العمق بنفس العمق تذكر أول ركعة صليتها لوجه الله كيف كان شعورها تذكر الناس اللي عايشة الآن في جدة ومكة واللي ما شاء الله بتروح عمرة دائما تذكر أول عمرة كيف كانت مشاعرك أول منزلت هيك وشفت الكعبة قدامك كيف كانت يا سلام على البركة اللي كانت موجودة بعدين تعودنا متعودة دايما فبالتالي بطلت نفس المشاعر وبالتالي صلنا نحس بسبب قلة الأفعال اليوم اللي عمره أربعين سنة إيش آخر إشي في حياتك عملته جديد أول مرة بتعمله قلت الأشياء الجديدة لما كنا صغار كل شيء كان جديد كل شيء جديد نتعلم كل شيء بالنسبة إلا واو أول مرة بنعمله فبالتالي كان يستحوذ جزء كبير من ذاكرتنا وبالتالي كنا نحس أنه في بركة لذلك الآن تتندم وتقول راحة البركة في تحليل علمي آخر جميل له علاقة بالرياضيات للناس اللي شاطرة بالرياضيات لما كان عمري عشر سنين تسع سنين أنا طالع للعشرة اليوم هذه السنة اللي زيادة هي واحد على عشرة من عمري كل سنة هذه السنة هي عشر عمري عشر عمري بينما لما تحتفل بعيد ميلادك الأربعين فأنت تحتفل بواحد على أربعين واحد على أربعين جزء فتخيل قديش صغير صارت السنة صغيرة وبالتالي هذا قد يكون من كلام الرسول تقارب الزمن أنه أنت أصلا لما بتكبر بتحس أنه الزمن أصبح متقاربا لأنه أصبح يأخذ جزء صغير جدا من عمرك هذا أيضا من التفسيرات عن موضوع البركة لذلك لمن يشكو من قلة البركة يجب أن تقوم بأفعال تستحوذ تفكيرك من الأشياء التي تطرح البركة في المال أن تزيد من الناس التي تتحمل مسؤوليتهم وهذه عن تجربة كلما زاد تحملك لمسؤولية ناس جديدة كلما طرح الله البركة في مالك اليوم لما يكون عندك عشر دنانير عشر دولار فتعطي العشر دولار لشخصين خمسة بخمسة غير لما تعطيهم لعشر أشخاص ستقول لي هو إحنا لاقين ناكل بدنا نقعد كمان نقسم أنت حر هذا الموضوع خده بهذه الطريقة زي ما بدك لأن البركة هذا الشيء لا يفسر مرات ربنا بيطرح البركة لما يكون أنت حاسس أو عم تعمل و عم تأخذ بالأسباب فمن زاد تحمل لمسؤولية ناس أكثر في حياته زادت البركة لما تتصل في صلاة الرحم اللي ربنا أمر فيها فتتواصل مع كل من يصلك به رحم هذا يطرح البركة في علاقاتك لما تتعامل مع وقتك وتبدأ اقرأ وتتعلم هذا يزيدك من أنك أنت قاعد تتعرف على أشياء جديدة فهذا يزيد من بركة الوقت لما تسافر وتحاول تطلع على أشياء جديدة في الحياة هذا يزيد من بركة عمرك لما تجلس وتختار أنك تجلس مع زوجتك وتتكلم معها وتفتح مواضيع جديدة وتعمل تجارب جديدة في الحياة هذا يزيد من بركة زواجك القضية قضية ما نفعله وما يجب أن نفعله يوميا حتى نزيد من هذه البركة البركة هي بالعطاء والبركة هي العطاء من الله لعطائك قاصدا وجه الله كلما قصدت وجه الكريم فإن الله سيرد لك هذا العطاء والله أكرم الأكرمين بأن يعطيك ما يسمى البركة فهناك من يعيش فترة قصيرة لكن سبحان الله ربنا يطرح البركة في حياته فتسأل نفسك متى لحق متى لحق يكتب كل هالكتب ومتى لحق يعمل كل هالدراسات ومتى لحق يخدم كل هالناس وكيف ترك هالسمعة الطيبة رغم أنه ما عاشه إلا فترة قصيرة لأنه هو وعايش استغل وقته بأنه أكثر من الأشياء التي يعملها الجديدة فبالتالي أصبح وقته مليء بالأحداث وهذا هو الذي طرح البركة وأعاضها الله له ببركة في ماله في عمره في زواجه في أبنائه في أطفاله وتحدث على الأبناء طرح البركة في الأبناء على قدر ما أنت بتكون حريص أنك أنت تتعلم وتعلمهم مش أروح أجيب من أجبلهم ودرسين أتعلم وأعلمهم أتعلم وأعلمهم خصوصا أنه أبنائنا بيجوا لأجيال غير جيلنا فلما أنا ببلش أتعلم مع ابني وأبدأ أني أفهم ما هي لغة الجيل وما الذي يهتمون به وأتفهم أنه هناك سيكون فرق بيني وبينه وأكون حريص على أنه أعطي الجذور التي تمكن من أن يكون راسخا لكن أترك الحرية للأخصان أن تخرج كما تريد لا أريد أن تخرج بطريقتي تخرج كما تريد هذه الحركة الدؤوبة في أني أتعلم وأعلم ستطرح البركة في حياتي وفي أولادي أما اللي عنده copy paste shift c shift copy paste اللي من نام ومن نصحة ومن نام ومن نصحة هذا هو التعريف العلمي لقلة البركة تعلم لأن العلم يفسر لك كل شيء بقدر ما أتيح لهذا العلم أن يفسر وسيبقى الله يحتفظ بغالب العلوم لأنه لم نؤتى من العلم إلا قليلا ولكن الله الذي خلق السماوات والأرض جعلها مفتوحة لكي يعمل الإنسان عقله حتى في يوم من الأيام عندما يسأل ماذا فعلت بي نعمة العقل يقول له والله يا رب اجتهد في أن أتعلم وأقرأ وأطلع وأتدبر وأتفكر هذا هو هذه هي البركة بتعريف علمي مربوط بتعريفها الديني الجميل تذكر في النهاية أن البركة هي أن تعطي فيرد لك الله العطاء عندما يكون عطائك لوجهه الكريم والله أكرم الأكرمين الله يطرح فيكم البركة ويجعل كل أيامكم عطاء وعلم ووعي السلام عليكم